السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الثالث إن شاء الله اليوم رح نبدأ بدرس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان شعوب من العالمي الآن يا ثالث هذا هو الدرس الأخير في مادة اللغة العربية رح أبدأ بقراءة الدرس يا ريت تستمع جيدا لهذه القراءة لأنه في مجموعة من الأسئلة رح نحلها بعد قراءة الدرس شعوب من العالم يعيش شعب الأسكيمو في الأماكن القطبية وبلادهم تغطيها الثلوج على مدار السنة ويبنون بيوتهم من الثلج ويجعلون لها أبوابا صغيرة فيزحف الواحد منهم على ركبتيه لدخول منزله المنزل من الخارج يشبه السلحفة أما من الداخل فإن الأسكيمو يجعلون فيه رفوفا من الثلج يضعون عليها أدواتهم وله من الأعلى فتحة لتجديد الهواء وينام الأسكيمو على سرر من الثلج أيضا يعيش الأسكيمو على الصيد ويستخدمون في تنقلهم عربات تجرها الكلاب ويذهبون إلى الصيد في أماكن بعيدة فيصيدون الحيوانات ويأكلون لحمها ويصنعون من فروها ثيابا يلبسونها فتقيهم شدة البرد كما يصنعون منها الطواقية والقفافيزة والأحذية ويستخرجون من دهنها وقودا لمصابيحهم الأسكيمو ماهرون في صيد الأسماك يحفرون في الجليد حفرة حتى يصلوا إلى الماء ويصيدون السمكة الذي يأكلون منه ويطعمون كلابهم اليوم يا ثالث درسنا جميل جدا يتحدث عن شعب من شعوب العالم الشعب يا ثالث هم مجموعة من الناس بعيشوا في منطقة معينة بنسميهم شعب بعيشوا على أرض معينة اليوم الشعب اللي بنحكي عنه اسمه شعب الأسكيمو طبعا وين بيجيش هذا الشعب يعيش في الأماكن القطبية الأماكن القطبية موجودة يا أما بالشمال يا أما بالجنوب شمال الكرة الأرضية أو جنوب الكرة الأرضية بنحكي القطب المتجمد الشمالي أو القطب المتجمد الجنوبي طبعا هاي المناطق معظم السنة أو كل السنة بتكون دائما عندهم ثلج عشان هيك لازم يتعودوا يعيشوا بهاي الأجواء وهيك يا ثالث شرحوا لنا عن حياتهم حكوا لنا عن بيوتهم كيف بيستطيعوا إنهم يعيشوا بهاي البيوت من إيش مصنوعة كيف شكل بيوتهم طبعا هاد كله رح نخطو بالقراءة التفسيرية لما نفسر رح نفسر المعاني والأفكار الموجودة معنا بالنص اليوم يا ثالث رح نحل أسئلة الاستماع بعد استماعك لهذا الدرس رح تحل الأسئلة الموجودة معنا طبعا دائما حكيت لكم أسئلة الاستماع موجودة في الدرس الآن قبل ما نستمع نحل الأسئلة ننظر يا أمي للصور الموجودة معنا ماذا تشاهد في الصورة الأولى؟ نشاهد منزل أو بيت على شكل سلحفا مصنوع من الثلج طب إذا بدي أسألك يا ثالث كيف بدخلوا لهذا البيت؟ شوف يا أمي كيف البيت؟ نعم حكينا بنزلوا على ركبتيهم بدخلوا على ركبتيهم بزحفوا زحف على الركب الآن ماذا تشاهد في الصورة الثانية يا ثالث؟ نشاهد كلاب تجر عربة وهذه العربة فيها رجل إذن وسيلة التنقل في الأماكن المثلجة هاي شايفين الثلج؟ هي العربات التي تجرها الكلاب طيب يا ثالث الصورة الثالثة نشاهد بيت مصنوع من الثلج ثلج وأيضا رجل يرتدي الطاقية القفافيز هو ملابس ثقيلة لأنه عايش في منطقة باردة منطقة الأسكيمو الموجودة في الأماكن القطبية الآن يا ثالث رح نبدأ بحل الأسئلة أين يعيش شعب الأسكيمو؟ نتبع معلمس يا ثالث بنجيب مصدرتنا بنسطر وبنكتب اليوم والتاريخ عراس الصفحة اليوم الأربعاء التاريخ 19-5-2021 ميلادي الآن يا ثالث أنت ضروري تكون تعرف تقرأ السؤال عشان تعرف تجاوبه تبع معلم علمه عشان تصير تعرف تقرأ وتجاوب الأسئلة لحالك واحد أين يعيش شعب الأسكيمو؟ حكينا مبارح لما شرحنا عن أدوات الاستفهام أنه أين هي أداة استفهام عن المكان يعني أنا بسأل عن المكان اللي بعيشوا فيه شعب الأسكيمو طب يا ناس من وان بنا نجيب الإجابة؟ أكيد يا ماما من النص يعيش شعب الأسكيمو في الأماكن القطبية إذن أين يعيش شعب الأسكيمو؟ بكتب في الأماكن القطبية يلا يا ثالث أكتبها عندك بتكون مسطر زي المس وبتكتب بخط جميل السؤال الثاني أجيبه بنعم أو لا ما بدي تحط صح أو خطأ بدك تكتب نعم أو لا مثل ما هو طالب السؤال ألف تبنى بيوت الأسكيمو من الحجارة؟ من ماذا بنيت بيوت الأسكيمو؟ من الثلج أحسنتم إذن خطأ من الحجارة هي مبنية من؟ الثلج إذن نكتب لا خطأ لأنه طيب با منازل الأسكيمو من الخارج كالسلحفا؟ لاحظ يا أمي صح تشبه السلحفا إذن بكتب نعم السؤال الثالث يضع الأسكيمو أدواتهم على رفوف خشبية؟ من ماذا مصنوع الرفوف يا ثالث؟ أنا بحكي لا لأنها رفوف من الثلج لأنهم في منطقة ثلجية صنعوها من الثلج يعني هاي هون عندي خطأ مش خشبية ثلجية الإجابة الصحيحة إذن بكتب لا ليست خشبية ينام الأسكيمو على سرر من الثلج سرر هي جمع سرير يعني على أسرة مصنوعة من الثلج نعم يا أمي هم متعودين يعيشوا بالمناطق الثلجية ومتعودين إنهم الرفوف مصنوعة من الثلج البيوت مصنوعة من الثلج والأسرة اللي بيناموا عليها مصنوعة من الثلج السؤال الثالث أذكر الفوائد التي يجنيها الأسكيمو من صيد الحيوانات بسألني ما هي الفوائد من صيد الحيوانات ذكرناهم لما قرأنا الدرس يصيدون الحيوانات يأكلون لحمها هاي أول إشي هاي أول فائد إنهم بيأكلوا أو بتغذوا على لحمها ثانيا يا ثالث يصنعون من فروها ثيابا يلبسونها إذن طلع أنت على الثياب اللابسين ها مصنوعة من الفرو هذا الفرو من الحيوانات أيضا فتقيهم شدة البرد كما يصنعون منها الطواقي والقفافيز والأحذية هاي الثالث بيصنعوا الطواقي طبعا الطواقي جمع جمع طاقية القفافيز جمع قفاز يعني الكفوف الأحذية جمع حذاء ويستخرجون من دهنها هاي الرابعة يستخرجون من دهنها وقودا لمصابيحهم يعني من وين بيشغلوا المصابيح تعيتهم من دهن الحيوانات إذن بدك تسطر يا ثالث زي المس وتذكر الأربع فوائد يأكلون لحمها لحم الحيوانات يصنعون من فروها ثيابا يصنعون الطواقي والقفافيز والأحذية ويستخرجون من دهنها وقودا لمصابيحهم السؤال الرابع كيف يصيد الأسكيم الأسماك؟ في طريقة لصيد الأسماك حكناها في الكتاب يحفرون في الجليد حفرة حتى يصلوا إلى الماء ويصيدون السمك إذن شو بعملوا؟ يحفرون في الجليد حفرة حتى يصلوا إلى الماء ويصيدون السمك بدك تسطر يا ثالث وتكتب الإجابة تحت السؤال أضعوا عنوانا آخر للنص الآن يا ثالث هذا سؤال أنت مش مقيد بالإجابة اللي أنا كاتبها هذا سؤال من عقلك رح تجاوبه الآن أنا اخترت أنه أكتب شعب الأسكيمو لأنه النص بحكي عن الأسكيمو كمان ممكن تكتب بلاد الثلج أي عنوان بتعلق بالدرس أنت حر؟ هذا اجتهاد شخصي يعني كل واحد فيكو عنده جواب يكتب ليه ويحل أسئلة الاستماع ويصورهم ويبعثهم للمس درسنا جميل جدا حاول يا ثالث تقرأه مرة وثنتين وثلاث تتدرب على قراءته لوحدك ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر